ولسه 27 حلقة ان شاء الله والاخوان مش عارفين كل هم يعملوا ايه يعني لقوا الشاطر صوت وصورة بديع صوت وصورة مرسي قاعد كده يعني زي الكرسي وسط الشاطر وسط بديع ولقوا النهاردة ابو الفتوح يا له منظور لعبد المنعم ابو الفتوح وعبد المنعم ابو الفتوح ده رأس الافعة عندك الشيطان خرط الشاطر ورأس الافعة عبد المنعم ابو الفتوح اخطر قيادي في جماعة الاخوان ده اللي فيهم اللي هو تقدر تقول عليه بيفهم شويتين ابو الفتوح عشان بس حكاية يعني بدايته عمل الجماعة الاسلامية كان واحد من الاسسس الجماعة الاسلامية في بداية السبعينيات ده ابو الفتوح عبد المنعم فتوح ثم بعض جماعة عملت عمليات وارهاب وغيره وغيره وعبد المنعم موجود في الجماعة الاسلامية بعد ذلك عبد المنعم هو العريان وابو العلا ومعاهم حد من اسكندرية اسمه ايه الزعفراني ابراهيم الزعفراني ومعاهم حد رابع قرروا ينضموا لجماعة الاخوان فانضم ابو الفتوح الى جماعة الاخوان واصبح عبد المنعم عنصر فاعل جدا في هذه الجماعة طبعا مش يعني قيادي مؤثر بيسافر في التحدي الأطباء العرب ونقابة الأطباء في مصر يروح أفغانستان يروح بيشاور يروح لندن يروح دول افريقية يروح يعمل العمليات بتاعة التنظيم يسافر بناء على تكليف من التنظيم واشتغل ابو الفتوح في هذا الملف اللي هو العمل التنظيمي لجماعة الاخوان الارهابية وعدت الأيام ومرت الأيام وابو الفتوح يطبض عليه مرات كثيرة جدا ويبلغ عن زميله ويبلغ عن اجتماعات وانا مبرح لما كنت بتكلم على عنصر بعينه في اجتماع المعادة بتاع مجلس شر كنت اقصد عملا مفتوح عشان بس اقصد عارفين يعني زي زي الشاطر ما الشاطر كان بيبلغ كلهم بيبلغوا على بعض فابو الفتوح حضرتك يجوى تقولك انا سبت الاخوان وابو الفتوح لم يتركوا الاخوان لحظة واحدة حتى هذه اللحظة انا بكلمك عليها رغم 2009 حصل انتخابات وزوروا ومشى ابو الفتوح ولكن لم ينشق عن الاخوان ما قالش ان انا سبت الاخوان ما قالش ان انا كتنظيم دايما يقولك الامام حسن طالما قالك الامام خلاص كل سنة وانت طيب الموضوع خلص اذا قالك البنى ده هو المؤسس الارهابي واللي عامل التنظيم الخاص الارهابي واللي اغتالوا الناس يبقى ده انشق انشقاك لكن طالما يقولك الامام وحسن البنى خلاص ده عنصر قيادي مهم وابو الفتوح حتى اللحظة اللي انا بكلمك هو في السجن دلوقتي القيادي المهم في الجماعة طلع بعد كده مفتوح قالك الجماعة دي انا نازل الانتخابات ونزل الانتخابات الرئاسة حضرتكم فاكرين الحكاية وكان لي يعني وطلع مناظرة مع عمرو موسى واقعدوا في الوقت ده الوقت اللي احنا متذكرينه جيدا جمع الاخوان قالك مفتوح وناخد موقف من عبد منع مفتوح هاخد موقف ازاي ده الراجل بتاعنا اه بس مليش هدينه انتخابات محمد مورسي طب هو لما عمل حملته الانتخابية كان مين معاه قيادات وعناصف الاخوان مع ستة ابريل مع شراكين سوريين مع يسار عمل يعني لدرجة فيه بعض الناس في الاعلام اللي شغالين النهاردة بطلعوا على الشاشات كانوا في حملة عبد منع مفتوح بيشتغلوا حد النهاردة وانا بكلمك دلوقتي كانوا في حملة عبد الفتوح بيوجهه عبد الفتوح ودعم عبد الفتوح وعبد الفتوح الرجل المستنير وعبد المنعم اللي هيعمل طلع عبد الفتوح سورة تلاتين ستة وقال لك مش معترف وبيان تلاتة يوليو مش معترف واطلق ما اطلق عليه من يعني الهراء بتاع عبد الفتوح كعادل جماعة الاخوان الارهابية وطلع يدافع عن الاخوان ويقول لك انا لا يمكن دفيه ومعد يتكلم ويغيط وخيرة الشاطر حبيبي وبديع حبيبي ازاي اسيب الاخوان مين اللي قال اسيب روحي واسيب حياتي يعني مش معقول اسيب حياتي يا جماعة طب انت كنت بتكذب عن الناس وانت بتقولهم ان انا الاخوان وخلاص ما بقيتش اخواني وجاي النهاردة المفاجأة المدوية اليوم هذا التسريب الذي يعرض لأول مرة تسريب بيقول لك ايه حضرتك عبد المنعم بابو فتوح بيقول للجيش خلوا بالكم من الاخوان ابو الفتوح الاخواني القيادي الخطير بيحذر القوات المسلحة يا جماعة مصر ما تسيبوش مصر للاخوان ما ينفعش تسيبوها للاخوان ده مين اللي بيقول عبد المنعم ابو الفتوح صوت وصورة يحذر خطر الاخوان على الدولة المصرية وعلى الشعب المصر وعلى المؤسسة العسكرية ده مش انا اللي بقول ده اللي بيقول الراجل بتاحهم اللي هو قيادي مهم عندهم اللي عمرهم بالمناسبة ما شتموه حتى لما سبهم ما شتموهوش لانه كان له دور يطلع برة ويتكلم في الإعلام الدولي ويخاطب مش عارف ايه وعمل لقاءات خارجية كثيرة جدا وغير وغيره وله دور عبد المير مفتوح ولكن المفاجأة النهاردة المفاجأة اللي قدام حضرتك اللي انا سمحها لك ادي الصورة قدامك وعايز اقول لكم طبعا بسم الله ما شاء الله يعني طيب هو بيقول لك ايه النهاردة ماذا قال ابو الفتوح مفاجأة ابو الفتوح لجماعة الاخوان الارهابية بيقول لهم ايه بيقول لقوات المسلحة ايه طالة نسمع ابو الفتوح وعشان نشوف كمان الوجه الاخر لرأس الافعة عبد المنعم ابو الفتوح ولكن صدق تماما صوت وصورة وعايز اقول لكم التصوير دقيق جدا والكاميرات ثبتة ومتزبطة وحاجة عظيمة جدا يعني عشان يطلع في يوم الايام زي النهاردة في تلاتة رمضان اربعة ابريل عشرين اتنين وعشرين يظهر عبد المنعم ابو الفتوح لاول مرة في هذا التسريب بيقول لجيش ده انا انتخب كنتو ومنتخبش الاخوان ده انا صوتي لاي حد من الجيش حتى لو مشور طنطوي وصوتي منروحش للاخوان يا نهارة بياض ايه العظمة دي ايه الجمال ده ده اللي بيقول كده مين عبد المنعم ابو الفتوح عايز اقول لحضراتكم عبد المنعم اه اه يعني طب ممكن نشوفه وبعدين نعرف ايه الحكاية